قبل ما أدخل في التفاصيل وقبل ما أتكلم معاكم النهاردة في أخبارنا وفي تفاصيل حلقتنا أنا الحقيقة حابة أبتدي يعني وأنا بتابع مطش مبارح اللي أقدم فيه الأهلي وشباب الأهلي ومستر ريكاردو سوارش أعتقد مباراة كويسة جدا أنا بشوف أنه نجم الحالة اللي حصلة مبارح كان حقيقة وليد سليمان وأنا بشوف المطش مبارح وبشوف الجمهور واللعيبة جزء سوار جدا جدا من عرفان كبير بالجميل لفت نظري حاجة حابة أتكلم فيها مع حضراتكم طبيعة العلاقة وطبيعة الارتباط بين الجمهور وبين اسم اللعب معايد هل القصة بس مرتبطة بالكورة وبالحرفانة وبالبطولات وبالأهداف وبحلوة الأداء لا 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 مش ممكن الجمهور ده في منتهى منتهى الزكاء ودي علاقة قلوب مش عقول وحسابات يعني العلاقة اللي بتربط جمهين النادي الأهلي بأساطيره مش علاقة مكسب وخصار علاقة إحساس حقيقي حقيقي خد بالك من كلمة حقيقي دي وحط تحتها مئة خط انه اللعيب ده عاشق للقيان زيه زي الجمهور انه اللعيب ده منتمي لإسم النادي الأهلي بصرف النظر عن المقابل اللي هيحصل عليه والمقابل هنا مش بس مدي وانت جوه الأهلي اعرف ده كواس قوي اعرف ده كواس قوي جوه الأهلي في مقابل مدي بالمناسبة مش معنى كده لا فيه مقابل مدي ومقابل المدي محترم جدا جدا لكن فيه كمان حب وعشق الجماهير لا يقدر بمال وفيه نجوم بتشتري ده وبتراهن على ده ومنهم وليد سليمان فكرة ان الجمهور يبقى عارف كويس قوي انه حبك وانتمائك للكيان ده للجمهور ده اخلاصك للجمهور ده مش عشان انت بتقبط فلوس كويسة ولا عشان انت بتلعب في النادي الأهلي ولا عشان انت بتجيب بطولات ولا عشان انت لعيب شاطر فبتعرف تعمل فرق في الأداء كل ده سهل وكل ده ناس كتير قوي عملوه كل ده ناس كتير قوي عملوه ناس دلوقتي في الحاضر وناس دلوقتي في الماضي لكن مكانهم عند الجمهور انتوا عارفين فين لكن احساس الجمهور حقيقي انه اللعيب ده عارف فضل الجماهير دي عليه وعارف فضل النادي الأهلي عليه وحابب يكون جزء من المنظومة مهما كانت المغاريات بالنسبة لجمهور الأهلي ده لعيب في حتى تانية ده مثل وليد سليمان وده مثل وعلى فكرة الموضوع مش مرتبط انت جاي منين جاي من جوه النادي ولا جاي من برا النادي هو مرتبط بالحالة مرتبط بصدق المشاعر مرتبط بحسيس الجماهير ناحيتك مش ممكن يترجم أبدا ومش ممكن يتضحك على الجمهور كبير زي جمهور دي ولو ضحكت عليه شوية مش ممكن تضحك عليه على طول